من المطالب التي ركست عليها ما يرتبط بعلم الرجال خصوصا ما جاء في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الذي لا يتبع منهجا صحيحا في التعامل مع الأحاديث والروايات والأخبار فإن عاقبة أمره ستأول إلى جهالة يا أيها الذين آمنوا تجمع هنا ما بين الجهل والحماقة نحن عندنا جهل وعندنا جهالة وعندنا جاهلية الجهل في مواجهة العلم والجهالة في مواجهة العقل في مواجهة الحكمة والجاهلية في مواجهة الإسلام من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الجاهلية هذه هي جاهلية في مواجهة الإسلام وتتضمن معنى الجهالة التي هي في مواجهة الحكمة في مواجهة العقل وتتضمن أيضا معنى الجهل الذي هو في مواجهة العلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة هذه الجهالة هنا جهل في مواجهة العلم وجهالة قلة عقل في مواجهة الحكمة الأمر هو هو الذي تحدثت عنه آيات سورة هوت فيما جاء في قصة نوح فيما يرتبط بابنه الذي هلك مع الهالكين وذهب إلى مصيره الأسود مع المغرقين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين التقييمات الرجالية ستقودك ستقودك يا نوح إلى أن تكون من الجاهلين فتجنب التقييمات الرجالية وتجنب علم الرجال إنه جهل فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ولذا فإن نوح ماذا قال قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم هذا جهل لا أريده إني أريد علما نهفعا قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين حديث عن مغفرة لماذا لأن استعمال علم الرجال في تقييم حديث أهل البيت معصية لا تماثلها معصية بهذه الطريقة حرفوا دين محمد وآل محمد إنني أتحدث عن مراجع السوء عن مراجع الضلال منذ زمان طوسي وإلى يومنا هذا حيث حرفوا الدين تمام التحريف وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين هذه الحقيقة التي تتحدث عنها هذه الآيات ستظهر لنا أيضا في مواطن أخرى في الكتاب الكريم فتبينوا تبينوا عودوا إلى العلوم والمعارف التي من خلالها تستطيعون أن تكتشفوا مضمون هذا الخبر الذي رواه هذا الفاسق رواه هذا المشهول فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالته فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا المضمون يتجلى لنا في سورة يوسف إذا ما ذهبنا إلى الآية السابعة والسبعين بعد البسملة من سورة يوسف في ما رتبه يوسف أن يضع صواع الملك في رحل أخيه بن يامي قصة يوسف مع أخوته وكيف أمر أعوانه أتحدث عن يوسف النبي أمر أعوانه أن يضعوا صواع الملك والمراد من الصواع وسيلة الكيل المكيال أن يضعوا صواع الملك في رحل أخيه بن يامي وبعد ذلك فتشوا ما فتشوا حتى عثروا على صواع الملك في رحل بن يامي قالوا إن يسرق أخوة يوسف قالوا إن يسرق إذا سرق بن يامين الآن صواع الملك قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل إنهم يتحدثون عن يوسف ويصفونه بأنه قد سرق فمتى سرق يوسف إنهم متأكدون من سرقة يوسف لماذا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل بن يامين ويوسف من أم واحدة والأخوة الباقون من أمهات أخرى فمن هنا قالوا إن يسرق عن بن يامين فقد سرق أخ له من قبل أخ له من أبيه وأمه إنه أخوه من أبيه وأمه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون متى سرق يوسف يوسف النبي هل كان سارقا في أحكام بني إسرائيل إذا ما سرق سارق فإنه سيسترق سيكون عبدا إلى مدة ما عند الذي سرق منه ولذا حينما أخذ أخوة يوسف يعتذرون لما قام به بنيامي قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون فإن يوسف أراد أن يطبق شرعة بني إسرائيل فشرعة بني إسرائيل السارق يسترق يستعبد يكون عبدا يكون خادما عند الذي سرق من يوسف الذي هو آية من آيات الحسن والجمال حينما كان صغيرا عمته كانت تحبه حبا شديدا وكانت في أكثر الأوقات تأخذه معها إلى بيتها أبوه يعقوب هو الآخر كان يحب يوسف حبا شديدا فيريده أن يكون قريبا منه فحينما سأخذه عمته وهي بنت نبي هي بنت إسحاق وهي أخت نبي وهي أخت يعقوب فحينما كانت تأخذه إلى بيتها بعد أيام يرسل يعقوب أن ترجع يوسف إلى بيت أبي من جملة ما كان عندها من أمانات يعقوب منطقة المنطقة نوع من أنواع الأحزمة الثمينة تشد على وسط جسم الإنسان منطقة كانت لإسحاق أعطاها ليعقوب يعقوب استأمنها عند أخته هذه فلما أرسل يعقوب أن ترجع يوسف إلى بيته إلى بيت أبي ماذا فعلت عمة يوسف حبا به تريده تريده أن يبقى في بيتها وكان صغيرا ألبسته منطقة جده إسحاق التي كان يعقوب ويعتز بها واستأمنها وجعلها أمانة عند أخته أمانة يوسف إلى بيتها أخذت يوسف إلى بيتها فقيل عن يوسف من أنه سارق وما هو بسارق يوسف نبي نبي جليل نبي عظيم أخوته يحتفظون بهذا التقييم الخاطئ هم لا يذكرون الكلام هنا لأجل تشويه سمعة يوسف فيوسف ليس موجودا وعزيز مصر لا يعرف يوسف لكنهم ذكروا هذا استطرادا بما أن بن يامين قد سرق قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل هذا تقييم رجالي ليوسف بعد كل تلك السنين بعد كل تلك السنين وإذا بهم يقيمون يوسف هذا التقييم هؤلاء أولاد أنبياء وكانوا يوصفون بالحكمة والعلم والفهم بحدودهم هؤلاء هم الأسباط أسباط بني إسرائيل لهم منزلة دينية هذا هو حالهم مع أنهم أجرموا في حق أخيهم يوسف وأجرموا في حق أبيهم وهم يعيشون حالة الندم لما فعلوا بأخيهم يوسف ومع ذلك لازال هذا التقييم الخاطئ عالقا بأذهانهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل هذا وهو أخوهم لنفترض أنهم اقتنعوا من أن بنيامين قد سرق صواع الملك أما يوسف كيف قد اقتنعوا بأنه قد سرق والحكاية عرفت بعد ذلك ولكن التقييم بقي عالقا في رؤوسهم وفي ذاكرتهم رغم مرور السنين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكان لتقييمكم الرجالي هذا أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون هذا تقييم باطل قال أنتم شر مكان أي تقييم هذا هذا هو التقييم الرجالي أن تصيبوا قوما بجهالة هذه هي الجهالة أعظك أن تكون من الجاهلين هذا هو الجهل مثل ما مر علينا في سورة سورة هوت فيما يرتبط بقصة ابن نوح وماذا قال نوح عنه وماذا قال الله لنوح النبي وماذا جاء في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات أن تصيب قوما بجهالة في سورة يوسف في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة ماذا جاء فيها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نحن نقرأ في سورة يوسف التفاصيل الكثيرة والقصص الذي بدأت به السورة وبقي مستمرا على طول السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أولي الألباب هم أصحاب العقول أن تصيب قوما بجهالة خذوا العبرة من سورة يوسف ومن أهم المواطن الواضحة التقييمات الرجالية الباطلة من قبل أبناء نبي لأخيه من نبي ولأبيه من نبي لأبيه من نبي في الآية الرابعة والتسعين بعد البسملة من سورة يوسف ولما فصلت العير حينما بدأت بالحركة من مصر باتجاه فلسطين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف وهو في فلسطين لقد شم رائحة قميص يوسف الذي أعطاه لأخوته كي يلقوا به على وجه أبيهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تصدروا تقييمكم الرجالية الباطلة بحقي لولا أن تفندوا قولي ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تفندون تفند قولي ماذا قالوا له قالوا تالله أقسم أقسم عائلته عائلته عائلة النبي عائلة النبي تقسم قالوا الله إنك لفي ضلالك القديم إنك لفي ضلالك القديم يصفون نبيا بالضلال القديم إنك لفي ضلالك القديم لازلت تعيش على أملي على أملي أن تلتقي بيوسف أن تجد يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم عائلته نبيا تقيم نبيا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين المضمون هو هو الذي مر علينا في سورة هود في الآيات التي ترتبط بقصة ابن نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحم لي أكون من الخاسر طلب مغفرة من التقييمات الرجالية من التقييمات الرجالية هؤلاء يعيشون في بيوت الأنبياء نوح النبي عاش عاش قرونا وهو شيخ المرسلين وهو يستغفر من التقييمات الرجالية حينما قيم ابنه تقييما رجاليا خاطئا فماذا قال له الله فلا تسألني ما ليس لك به علم علم الرجال ما هو بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فهنا ماذا قال نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم أعوذ بك من علم الرجال وإلا تغفر لي وترحم ني أكن من الخاسرين الكلام هو هو قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين حينما قيمناك بعلم الرجال بموازين تقييم علم الرجال استغفر لنا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين أن تصيبوا قوما بجهالتين ماذا تكون النتيجة فتصبح على ما فعلتم نادمي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب هذه العبرة لأولي الألباب كيف تتحقق تتحقق إذا شخصنا مواضع الجهل ومواضع الجهالة في كل هذه المضامين التي مرت علينا في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات فيما جاء من ذكر لقصة نوح وابنه في سورة هوت وما جاء من ذكر لقصة موسى واختياره من قومه سبعين رجلا وكان اختيارا ليس موفقا كما جاء في سورة الأعراف وما جاء في سورة يوسف فيما قاله أبناء يعقوب إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل في تقييمهم لأخيهم النبي وما قالوه أيضا في تقييمهم لأبيهم النبي قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين وهذا الكلام أيضا قالوه لأخيهم يوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحم تلاحظون حديث المغفرة يأتي منسجما ومصاحبا للتقييمات الرجالية هذا يدل على أن استعمال علم الرجال معصية أنا لا شأن لي بكتب السيار والتأريخ ولا شأن لي بعلم الرجال إذا كان يعد جزءا من السيار والتأريخ هذا أمر خارج عن البرنامج وخارج عن بحثنا حديثنا عن استعمال علم الرجال لتدمير حديث أهل البيت أنا أتحدث في هذه الجهة في هذه النقطة بالضبط ما جاء في هذا الكتاب في كتاب محمد رضا السيستاني قبسات من علم الرجال وما جاء في سائر الكتب الرجالية لمراجعي حوزة الطوسي إنها كتب الشيطان إنها كتب الكفر ببيعة الغدير إنها كتب تحريف دين محمد وآل محمد هذه وسائل تحريف دين العترة الطاهرة ألا لعنة عليها ألا لعنة على هذا المنهج ألا لعنة على هذه القذارة تلاحظون آيات الكتاب الكريم تتحدث عن المغفرة وعن التوبة وعن طلب الرحمة حينما يؤتى بالتقييمات الرجالية لتقييم الأنبياء ولتقييم الوقائع المرتبطة بالأنبياء مثلما تحدثوا عن واقعة السرقة التي نسبت إلى يوسف النبي اعتمدوا على تقييم رجالي فنسبوا ما نسبوا إلى النبي وهذا هو الذي فعله مراجع حوزة الطوسي في عقائدهم الضال حينما ينسبون النقائص إلى محمد وآل محمد حينما يصدر السيستان ويصدر ولده محمد رضا ويصدر الخوئ ويصدر محمد باقر الصدر الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير يبطل الصلاة حينما يصدرون هذه الفتوى إنهم يتغوطون في الصلاة وينسبون النقص لعلي فهل ذكر علي يبطل الصلاة والروايات واضحة في نصوص التشهد من أنه يزين بذكر علي ذكر علي واجب في التشهد الوسط والأخير ومن دون ذكره الصلاة باطلة لكن هؤلاء يصدرون الفتاوى بشكل معاكس لأنهم يعملون بمنهج معاكس لدين الله يعتمدون على علم الرجال الذي لا يجوز استعماله في استنباط الأحكام الشرعية بحسب منطق القرآن أنا لا أحدثكم عن روايات هنا أحدثكم عن منطق القرآن وعن سيرة الأنبياء وعن كلام فيما بين الله والأنبياء المضامين واضحة تدبروا فيها هذه الآيات خزائ أئمتنا هكذا وصفوها وصفوا آيات القرآن من أنها خزائ وعلينا أن نفتح هذه الخزائن ألا تلاحظون أنني في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة أعود كرارا ومرارا إلى الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات هذه خزانة أنا ما استخرجت منها إلا أن نزر اليسير خزانة عظيمة هائلة هذه الآية وكذاك بقية آيات الكتاب الكريم هؤلاء يتعاملون مع القرآن على أنه كتاب أعمى لماذا؟ لأنهم مثل وصفتهم سورة الأعراف كيف وصفتهم سورة الأعراف في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هؤلاء أصحاب هذه الكتب يغطون في غفلة في غفلة عميقة يغطون في ظلام دامس هذه ما هي قبسات من علم الرجال هذه ضلالات هذه ظلمات هذه قذارات من علم الرجال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هؤلاء يعيشون غفلة حينما يتعاملون مع القرآن لا يفقهون من القرآن شيئا لأنهم قد نقضوا بيعة الغدير وتمسكوا بالمنهج العمري في تفسير القرآن هذا هو واقع حوزة النجاف هذه الآيات خزائن إنني ما استخرجت من هذه الخزائن إلا النزر اليسير بإمكاني أن أستمر في حلقات طويلة وأنا أستخرج ما أستخرج من عزيز المعاني وعظيم الحقائق من هذه الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات هذه خزائن فيها وفيها من الكنوز التي لا تنتهي لأنني أتعامل معها بالمفاتيح الصحيحة الرواية في الكاف الشريف عن باقر العلوم يحدث زرارة ابن أعين ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه مفتاحه وباب الأشياء ورد الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته المعرفة علم الطاعة ما دخلها في الموضوع القرآن هو الذي يقول إذا ما ذهبت بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية الثانية والثمانين بعد المئتين بعد البسملة في آخر في آخر الآية واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله التقوى تقود إلى العلم وهذه التقوى هي طاعة الإمام ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه الآيات خزائن خزائن تحتاج إلى المفاتيح الصحيحة هذه هي المفاتيح الصحيحة ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته أطاعة الحقيقية تفتح أبواب المعرفة وتفتق نوافذ العلم واتقوا الله ويعلمكم الله تعليم من دون معلم فإنهم صلوات الله عليهم لا يعدون الفقيها من فقهاء الشيعة فقيها إلا إذا كان محدثا فحينما سألوا الصادق صلوات الله عليه هو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث من دون معلم واتقوا الله ويعلمكم الله الخطاب للذين آمنوا فإن الآية في أولها يا أيها الذين آمنوا هذا أول الآية الخطاب لنا يا أيها الذين آمنوا في آخر الآية واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم تريدون العلم هذا طريقه والله بكل شيء عليم ما هي البوابة ما هو السبب واتقوا الله ويعلمكم الله وهذه التقوا هي التي يشير إليها هذا الحديث لأننا نتقي الضلالة بماذا بمعرفة إمام زماننا لأننا نتقي النار في يوم القيامة بماذا بشفاعة إمام زماننا ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته إنها أغنية هذا الحديث أغنية أغنية التي أغنيها منذ أربعين سنة دائما أردد هذه الكلمة في أي مكان فيما بين وبين نفسي على المنابر في وسائل الإعلام ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته صلوات صلوات على باخر العلوم هذه كلماته وشآبيب نور على ثرى قبر زرارة هو الذي نقل لنا هذا الحديث شآبيب نور ورحمة ورحمة يفوح شذاها على ثراك يا زرارة رضوان الله تعالى عليك هذه كلمات زرارة ينقلها لنا وفي الحقيقة ما هي بكلماته إنها الكلمات القدسية التي فاضت بها شفاه أبي جعفر باقر العلوم ذروة الأمر هذه الكلمات ما زجوها بقلوبكم ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته ما زجوها بقلوبكم حتى تستطيع أن تفتح هذه الخزائن كي تعرفوا ضلال أغبياء النجف كي تعرفوا ماذا يوجد في هذه الخزائن وكي يتجلى لكم هذا المعنى من أنه لا يجوز استعمال علم الرجال في التعامل مع حديث العطرة الطاهرة الذي يجب علينا أن نعود إلى هذه الخزائن أن نتعامل مع قاعدة المعلومات هذه فتبينوا تبينوا علينا أن نتبين مضامين الأحاديث إذا ما شككنا فيها أن نتبينها من خلال قاعدة المعلومات هذه من خلال القرآن هم الذين أمرون أن نعرض الحديث على قرآنه فإن لم يأتي موافقا فهو باطل فهو باطل أن نلقي به في المزبلة هو زخرف لا قيمة له هذا هو منطقي قارنوا بين منطقي وبين منطقي أغبياء النجاف قارنوا بين المنطقين حينما أقول هذا منطقي ما هو من عندي هذا الذي أنطق به ناقلا لكم من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم إنني أفتح الآيات بمفاتحهم كي أطل على كنوز خزائنهم فهذه الآيات آياتهم هي خزائنهم وآتي بأحاديثهم التي هي مفاتح هذه الخزائن فأفتح الخزائن كي أطل على كنوزها وكي أخرج من كنوزها بقدر وعائي يا كميل يا كميل الأمير يقول لكميل يا كميل إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر